2020-2021 في مدرسة المتفوقين للبنين في النجف الأشرف نرحب بكم أجمل ترحيب في شرح ليونت 1 لسن 4 طبعا بعد استمع إلى المحاورة وأقرأها بصوت عالي المحاورة أو الانتربيو المقابلة اللي شفتها بالصفحة السابقة بها في المحاورة راح نلقى أربع قواعد وراح نناقش كل واحدة بنذني النقاط قبل ما نبدأ عزيز الطالب راح احنا أول شي نشرح لك يونت 1 لسن 4 نشرح since and 4 since معناها منذ تتبع بمدة زمنية محددة يعني since 2000 منذ سنة 2000 since I was born منذ سنة منذ ولادتي أو since yesterday منذ يوم أمس since last week since October يعني حدد لك المدة هذا طبعا since 4 ناقوضحها عزيز الطالب بأبسط صورها كلمة 4 معناها لمدة مدة زمنية غير محددة 4 10 years لمدة 10 سنوات 4 2 hours لمدة ساعتين لكن 10 سنوات أنت ما تعرف عزيز الطالب ما تقدر تحددها هل هي من 2010 إلى 2020 من 2005 إلى 2015 ما تقدر 4 2 hours لمدة ساعتين أيضا ما تقدر تحددها هل هي من الرابعة إلى السادسة من الثامنة إلى العاشرة وهكذا إذا نرجع للكتاب عزيز الطالب راح نلقى 4 and since هي القاعدة الأولى المثالين اللي يمطيهن I have lived in HB أنا عشت في HB since I was born منذ ولادتي فهنا محددة I have worked in the cafe عملت في المقاة for 10 years لمدة 10 سنوات وهنا هي غير محددة تنتقل بعد ما تقرأ هاي القاعدة وتطبق التمارين إلى إجابة تمرين دي بالاكتيفتي بوك بصفحة 6 read and complete the sentences with for and since اقرأ وأكمل الجمل بكلمتين for and since عندك أربع جمل اتطبق بيهن ما تم مناقشته إذا نرجع عزيز الطالب إنه for and since تستخدم مع زمن المضارع التام زمن المضارع التام التام العفو present perfect tense تمت دراسته في صف الأول المتوسط إضافة إلى المرحلة الابتدائية راح نناقشة في أربع حالات هي حالة الaffirmative المثبت negative اللي هي النفي والquestions في حالة الاستفهام وباستخدام how long القاعدة الأولى عزيز الطالب هي هي اللي هي في الابفيرماتيب المثبت هي she or it وحدة من ذن الثلاثة تتبع بهاز زائد التصريف الثالث للفعل تصريف الثالث للفعل عزيز الطالب لازم تعرف وتحفظ أكبر قدر من الأفعال في صيغة التصريف الثالث لكي تستطيع معالجة هذا الزمن وحل التمارين القاعدة الثانية صديقي عاش في إيطاليا لمدة عشرة سنوات هنا باستخدام since أيضا وfor وهذه القاعدة اللي هي باستخدام have وباستخدام has إذن انتقل لقاعدة النفي نفس القاعدة بلكن نضيف not he or she or it plus has plus not زائد تصريف ثالث للفعل زائد التكملة أو they you I and we زائد have زائد not زائد تصريف ثالث للفعل طبعا عزيز الطالب إنه عندك مثال I haven't seen you لم أرك since last Saturday ومنا hasn't sent لم ترسل أيضا any letters لم ترسل أي رسائل for ten days لمدة عشرة أيام أيضا باستخدام since وباستخدام for كمثالين على هذه الحالة الحالة الثالثة هي الحالة الاستفهامية تنقل have or has إلى بداية الجملة have زائد they I we and you زائد تصريف ثالث زائد تكملة has زائد he or she طبعا هنا متكون capital letter وإنما small letter لأنه جاي في وسط الجملة زائد تصريف ثالث زائد تكملة have you washed the car هل غسلت السيارة no I haven't فعندك هنا باستخدام هذا التركيب هنا has Ali brought هل علي جلب the shopping list يعني قائمة التسوق yes he has هذا في الحالة الثالثة العفو الحالة الأخيرة باستخدام how long how long كم المدة أما تجي have or has وياها زائد فاعل زائد تصريف ثالث زائد تكملة how long has your family lived in بصرة كم هي المدة التي عاشتها عائلتك في البصرة how long has he gone to باريس كم هي المدة التي ذهب بها إلى باريس طبعا عزيزي الطالب هذه قد تجيك الحالة بالري order بالترتيب عادة الترتيب قد يضطيك هذه الجملة ويقل لك أعد ترتيبة لازم تعيد ترتيبة باستخدام هذه القاعدة إذن عندك أربع حالات حالة how long وحالة الاستفهامية والحالة المنفية والحالة المثبتة راح يكون واجبك عزيزي الطالب على كل قاعدة تكتب جملتين في البيت وترسلها عبره أو تحضرها للصف للمناقشة حتى تضبط هذا التمرين هذا إذن تقنى للكتاب عزيزي الطالب راح نجي الحالة الثانية نلقاه هي أو نجي للأسئلة ask and answer these questions أسأل وأجب على الأسئلة التالية how long have you been in this school كم هي المدة التي قضيتها في هذه المدرسة how long has your family lived in basura كم هي المدة التي عاشتها عائلتك في البصرة how long have you been in this class كم هي المدة التي قضيتها في هذا الصف how long have you been ill كم هي المدة التي أنت كنت بها مريضا ill هي مريض نجي للحالة الثانية هي حالة like زائد فعل في حالة ing نجي نشرحها عزيزي الطالب هذه القاعدة تتكون من فاعل subject زائد like زائد فعل في حالة ing زائد تكملة I like playing football طبعا عزيزي الطالب بالامتحان قد تجيك أنه playing هي الفراغ قد تجيك فراغ أنا أحب اللعب بكرة القدم مثلا شنطيك إذا أريد نطيك اختيارات عزيزي الطالب نطيك play plays playing و played هذا تجيك عزيزي الطالب فراغات وتختار واحد من عدهم المثال الثاني منا don't like هنا في حالة النفي لا تحب cleaning cleaning the room يعني هنا like زائد في حالة ing ومنا don't like cleaning her room لا تحب أن تنظف أو العفو هنا منا doesn't like لأنه مفردة doesn't like cleaning her room they like eating بيزا هم يحبون أن يأكلون البيزا in the cafe إذا نريد فيها نقول they don't like eating بيزا in the cafe أيضا like زائد eating اللي هي فعل في حالة ing plus ing وإذا نرجع للكتاب نلقى like verb with ing I like cooking أحب الطبخ I don't like cleaning أبلا أحب التنظيف إذا ننزل إلى هذا التمرين now ask and answer questions like the ones in the interview أسأل وأجب على أسئلة كالتي موجودة في المقابلة you can use the words and the phrases in the boxes تستطيع استخدام الكلمات والعبارات في الصناديق اللي هي هذه you can also use your own words تستطيع أيضا استخدام كلمات نجي مثلا هذا السؤال أيضا راح يكون واجبكم ذني what do you like doing من الذي تحب أن تفعله what don't you like doing من الذي لا تحب أن تفعله تستخدم ذني الأفعال عزيز الطالب طبعا تذكر القاعدة أنه القاعدة لازم تكون like تتبع بفعل في حالة نترجم ذني الأفعال enjoy يستمتع love يحب hate يكره playing football يلعب كرة القدم وwatching films يحب الأفلام نجي عزيز الطالب إلى القاعدة الثالثة بالكتاب using adjective to describe يعني استخدام الصفات للوصف فالقاعدة مالتها عزيز الطالب هي الآتية طبعا بها حالتين using relative clauses to describe الرابعة استخدام العبارات الموصولة للوصف نجي نأخذ القاعدة أما فعل العفو فاعل subject اللي هو plus like اللي بعدها like تتبع بلايك هنا إذن عزيز الطالب فاعل plus like يعني زائد like زائد صفة زائد اسم موصوف زائد تكملة مثل I like fast cars أحب السيارات السريعة أو تقدر تقول I don't like slow cars وهاي في حالة النفي لا أحب السيارات البطيئة فشي يكون عندك هنا تطبيق للقاعدة الأولى مونا don't أيضا هنا مو don't لأن مونا هي doesn't like old box لا تحب السيارات أو العفو الكتب القديمة فهنا صفة اللي هي old و box الاسم الموصوف قد تجيك هذا عزيز الطالب في الترتيب أو تجيك في الفراغات القاعدة الثانية subject like relative clause people like students who are clever الناس يحبون الطلبة الذين هم أذكياء we don't like people who tell lies نحن لا نحب الناس الذين يعني يكذبون أو يقولون الكذب إذا نرجع للكتاب فمطيك using adjective to describe I like helpful people أحب الناس الذين يساعدون helpful هي الصفة و people النoun I don't like لا أحب noisy الظوضاء و people الناس using relative clauses to describe I like people who help others أحب الناس الذين يساعدون الآخرين I dislike people who are noisy لا أحب الناس الذين هم ضوضائيا إذا نرجع للمثال we don't like نقدر نقول we dislike dislike أيضا تكون نفس معنى we dislike people who tell lies we like and we dislike إذا نرجع للتمارين الجو والنقطة الثالثة what kind of people do you like أي من الناس اللي أنت تحبهم what kind of people don't you like أي نوع من الناس اللي أنت متحبهم هذا أيضا راح يكون واجب عليك عزيز الطالب باستخدام هذه الصفات راح نترجمها kind لطيف happy سعيد friendly ودود any friendly غير ودود funny ممتع أو مضحك أو لطيف lazy كسول quiet هادئ وساد حزين what kind of people do you like أي نوع من الناس أنت تحب what kind of people don't you like وأي نوع من الناس أنت لا تحب طبعا هذا باستخدام القاعدة الرابعة اللي هي relative close can tell jokes الذين يستطيعون التأنكات أو إخبار النكات can play chess الذين يلعبون شطرنج can do puzzles الذين يستطيعون حل الألغاز tell lies الذين يخبرون أو الذين يكذبون don't say anything لا تقول أي شيء إذن عزيز الطالب نعيد أنه ذني أربع قواعد أول قاعدة هي for lessons ثاني قاعدة like plus verb with ing number three is using adjective to describe or using relative clauses to describe good luck for you all and thanks for your listening